بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب يا إخوة طلب كثير من الزملاء أنه نوضح إيش اللي قاعد يصير على البيتوكوين وإيش اللي راح يصير على البيتوكوين وإيش وجهة نظر التحديد الرقمي والزمني على البيتوكوين يا إخوة طيب قبل كل شيء يا إخوة قبل كل شيء أنا نصيحتي المحللين الجدد أو الزملاء الجدد في هذا السوق يبالغون كثيرا يعني هذه الفترة يقول لك البيتوكوين رايح إلى 120 إلى 150 إلى 250 وأنا أقول له يا أخي العزيز هدي شوية لازم تهدي اللق شوية إحنا حضرنا جميع الأنهيارات اللي صارت في البيتوكوين سابقا تقريبا 2017 إحنا متابعين للبيتوكوين وتقريبا فهمين له بنسبة كبيرة جدا حاليا يا أخي العزيز حاليا البتوكوين وصل إلى مرحلة يجب التصحيح فيها تمام؟ يجب التصحيح فيها ربما يكون التصحيح مؤلم جدا تمام؟ في الحذر يعني ممكن إذا سوى تذبدب في هذه المنطقة أنا بغض النظر يسوي تذبدب في هذه المنطقة عند خمسة وتسعين عند ستة وتسعين يطلع إلى مية مية وعشار مية وخمسة مية واثنين ما فيش مشكلة عندي أهم شي إن أنا اعتبرت هذه المنطقة منطقة خطيرة للدخول في البتوكوين يا إخوة تمام؟ تذبدب في هذا المنطقة أنا ذكرت لكم في التغريدة أنه من يوم اثنين إلى يوم سبعة راح يتضح يعني يبدأ الهبوط أو ينتهي التذبدب في هذا المكان تمام؟ فلذلك يا إخوة أنا حاليا أتوقع أنه في عندنا هبوط ممكن يصير إلى واحد وثمانين ممكن يصير إلى السبعين ممكن إلى ثلاثة وسبعين الاحتمالات واردة جدا بعد هذا التصحيح فيه عودة إيجابية لأنه في عملات لسا ما صعدت ورح تصعد لكن المشكلة هو في هذا المنطقة في هذا المنطقة يا إخوة الزملاء بيسألوني يا أبو سام هل نبقى في عملاتنا ولا نطلع من العملات؟ أنا طبعا هناك يا إخوة نوعين من أنواع الحركات في السوق مثلا حاليا أحد أمرين أمامنا أحد أمرين إما خروج سيولة خروج تماما من السوق سيولة وهذا سيجعل البتوكوين يهبط وأيضا تنسحب معها العملات البقية سواء عملات الميم أو غيرها سوف تنسحب هذه العملات بشكل قوي جدا تمام؟ وفي فرق بين ما نقول أنه خروج سيولة من الماركت أو انخفاض استحواذ البتوكوين على السيولة في السوق في حالة حصل انخفاض في الاستحواذ فهذا يقول يا إخوة أنه ستنتجي للسيولة من البتوكوين وتدخل في عملات الميل فسستفيد يعني بعض العملات وحنا داخلين في بعض العملات الموجودة في قناة البي آي بي وقد وضعنا مناطق الخروج عند مناطق الدخول لأنه نحن ربحانين فيهم الآن فلو هبط البتوكوين وهبطت عملاتنا اللي احنا مشترينها من عملات الميم وبعض العملات سيكون خروجنا مكان الدخول فحوطا أنه يكون الهبوط هذا ناتج عن خروج سيولة من السوق تمام؟ أما في حالة حصل انه هبط البتوكوين وهبط الاستحواذ وانتقلت السيولة إلى عملات الميم والعملات الأخرى فهذا أمر طيب جدا ومفيد لعملات البقية أنه ما هيستفيدوا بشكل كبير جدا فلذلك يجي واحد يقول لي يا أبو سام تنصحني أدخل أشتري أنا ما فيش عندي رد نهائيا أنا لو أقولك تشتري هنا طيب إذا هبط البتوكوين وسحب معاها العملات راح أضرك تمام؟ لكن إحنا كوننا مشتريين من الأسفل شوي استخذنا هذه الاستراتيجية أنه في حالة هبط البتوكوين وسحب معاها العملات اللي إحنا دخلناها إلى رأس المال بيتم الخروج مباشرة أما الآن تجي تقول لي أشتري أنا لا أنصح بشيرها نهائيا حصل صعود بعدين أثناء هبوط البتوكوين هذا شيء آخر يا إخوة حتى يتضح هل هو هبوط خروج سيولة أم هبوط ضعف استحواذ من البتوكوين فلذلك حيجي واحد يقول لي البتوكوين رايح ل150 و250 أقول له يا أخي تتفرج حصل عندنا موجة زمنية في هذا الفيديو مثلا أضرب لك مثال يعني عندما كان سعر عندما كان سعر البتوكوين في تقريبا 47 ألف أو 50 ألف راح أوريكم نفس الموجة يعني مع أنه أنا غير ملزم أوريكم أو أشرح لكم التفاصيل لكن ما فيش مشكلة يا إخوة نتطرق في هذا الفيديو إلى شرح الأسباب في الدورات الزمنية حمشي الفيديو طبعا على أساس على أساس ما ياخدش من وقت الفيديو أريد نمشي إلى أن توقعنا الانهيار أين هو؟ هذا هو يا إخوة شوفوا دقيقة بس طيب يا إخوة هذا الصورة أمامكم عندما حذرنا أنه جميع الفريكتالات تتفق على انهيار السوق خمسين بالمئة خمسين بالمئة يعني تخيلوا أنه السوق يكون عندك عند واحد واربعين عند سبعة واربعين هذه المناطق تتحدث على أنه الهبوط راح يصير إلى ثنين وعشرين ألف إلى خمسة عشر ألف تمام؟ في فيديو آخر يوضح إلى خمسة عشر ألف الفيديوهات موجودة في قناتي يا إخوة طبعا هذه الموجة الزمنية لم يكن أحد يا إخوة يتوقع هذا الكلام عندما ذكرت هذا الفيديو نهائيا كانوا يقولون لك السوق رايح على ثمانين ألف وتسعين ألف تمام؟ لكن الموجات الزمنية اللي صار في سنة راح أوريكم طيب خلونا نحرك بالسنوات نرجع لهذه السنة نشوفي ش صار نعم هذا هو يا إخوة شهر كم؟ أنا ذاكر باليوم والساعة تقريبا هذا هو هذا الإكتران الذي صار أو الدورة الزمنية أو الدورة الزمنية يا إخوة اللي صارت ركزوا في تاريخ كم؟ حصلت عندنا الموجة الزمنية وين الرسام؟ ضروري نوضح لكم يا إخوة على أساس تتضح الصورة يا زملاء طبعا فيه إكتران يسمى مربع تمام؟ في الدائرة اللي هو هذا الإكتران التربيع يا إخوة هذا أو الدورة الزمنية هذه هذه اللي صارت في هذه المنطقة إلى هذه المنطقة هذه تعتبر من أسوأ الموجات الزمنية في الهبوط ركزوا شايفين؟ هذا الإكتران اللي صار ما بين أورانوس والجوبيتر هذا هذا يعتبر موجة زمنية هابطة من أعنف الموجات قالك أنا دخلت في ذلك الحين ونبهت لأنه ما هي موجة زمنية بسيطة راح يتحرك فيها السعر شوي ويتجعلها شوفوا كم استمرت أنا حمشي بالأسبوع كل ضغطة أسبوع لا يحظين شوفوا شوفوا كم قعدت يا إخوة هذا هذه الموجة الزمنية مع هذه فهذه الموجة الزمنية قعدت إلى نهاية 2022 تخيلوا وهو ماسك لين انتهت هذه الموجة الزمنية وبدأ السعر بالصعود شوفوا في سنة 2022 شهر 11 بعدين دخلنا في 2023 خلاص انتهت الموجة الزمنية بدأنا بالصعود إيش عندنا الآن يا إخوة حاليا؟ حاليا في 2024 لاحظوا عندنا موجة زمنية فيها الهبوط واضح جدا لاحظوا ركزوا معايا في هذه شهر 11 الآن هنا بنفس المكان لكن موجة زمنية ما هي زي حق عام 2022 لا هذه حتكون كذا يعني شوفوا يعني لا بأس متوسطة تمام مش انهيار لا زي ما إحنا شايفين أوريكم الآن يوم 11 11 طيب خلونا نرجع إحنا الآن في شهر 12 شو باش رح يصير ما بين شوبيتر وما بين الموجة الزمنية الهابطة هذه أول ما نبدأ من يوم الثنين تماما شوفوا من يوم الثنين بدأنا من يوم الثنين انتبهوا لذلك يا إخوة معرفة الدورات الزمنية في الزمن مهم جدا جدا الدورات الزمنية تغطيك الإنهيارات تغطيك التصحيحات تغطيك هذه هي الموجات الزمنية اللي على الجانزة تمام إذا لم يهبط البتكوين الفترة القادمة كيف أقول لكم يعني المهم فيه هبوط عنيب جدا فيه هبوط عنيب ما رح أقول لك هبوط انهيار زي الموجات الكبيرة لا هذه انهيارات كبيرة تمام لكن أنا بكلمك الآن عن موجة بهذا الشكل فيه أنا بعتبر تصحيح يا إخوة طيب متى انتهي هذا التصحيح يا إخوة يبدأ ابتداء من تاريخ 2 طبعا هو يبدأ التأثير في الموجة الزمنية من 5 أيام من تاريخ 2 إلى تاريخ 7 نبدأ السلبية شوف نبدأ ما قلت لك انه الهبوط هيصير من تاريخ 2 إلى تاريخ 7 لا أنا بقول لك من يوم 2 إلى يوم 7 هذه تبدأ السلبية يا أما يوم 2 3 4 5 6 7 في هذا المكان أو في هذه الأيام تبدأ السلبية متى راح نخلصها يا إخوة راح نخلصها يوم 24 1 24 يناير فلذلك انت لما تجي تقول يا أبو وسام أدخل السوق أنا بعطيك وجهة نظري والأمر يرجع لك يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتبر الدخول في هذه المنطقة مخاطرة إيش السبب يا أبو وسام السبب يا أخي العزيز إن إحنا في عندنا موجة تصحيحية إلى تاريخ 24 يناير بعدين ادخل ادخل وأمورك طيبة إن شاء الله بإذن الله لكن بعد ما ننهي الموجة طبعا مش إلى هنا إلى 60 لا لا أنا بتكلم عن الموجة يعني بوريكم صورة الموجة بس هل إلى مثل إلى وين بيوصل السعر يا أبو وسام أقول لك أنا بشتغل زمنيا أنا إذا طلعت في هذا المكان وطلعت الزملاء في تاريخ اللي هو 2 ديسمبر أنا ما رح أدخلهم إلا في تاريخ 24 يناير سواء وصل البيتوكوين إلى 70 ألف سواء نزل إلى 60 ألف المهم أنا بدخل زمنيا واخرج زمنيا فلذلك أي أي إيجابية يا غالي هنا في الأعلى مش قصة في عندك هنا الآن موجة إيجابية بتاريخ 2 فيه إيجابية بسيطة هذا الموجة هذه هذه تعتبر إيجابية طبعا هذا اللي بيخلي السوق ينزل وبعدين في موجات متداخلة إيجابية وسلبية زي ما أوريك في الرسمة مثلا حاليا أيش اللي صاير الآن اللي صاير الآن زي ما أحرسم لكم إحنا الآن في موجة متوسطة هابطة وأثناء هذا الموجة الهابطة إحنا الآن تعتبر هنا في القمة لكن فيه إيش فيه عندك موجات هنا مسوية كذا تمام فعندما تلتقي موجة الهبوط الكبيرة مع موجة الهبوط الصغيرة بيحصل هبوط سريع لكن بعدين هنا أثناء الهبوط بيحصل إرتدادات مع الموجة الصغرى تمام مع الموجة الصغرى بيحصل فيه إيجابية بسيطة مثلا زي اللي حصل أمس أنه هبوط بعدين ارتدينا بسرعة لا لكن الموجة الزمنية بتقول إحنا هنواصل الهبوط يا أخ العزيزة فلذلك إذا عندك عملات رقمية ربحانة من تحت وربحانة طيبة جدا أنا نصيحة أخ أنه نخفف من الأرباح وإذا نزل السعب مثلا وانسحب البتوكوين الأيام القادمة بشكل سريع وسحب معاه الماركت أنا نصيحة تخفف إلى 50% من صفقاتك إذا لم يكن 70% من أرباحك وتسيب الباقي والله صعدت الأسعار واستفادت هذه العملات الرقمية من الاستحواذ وصعدت كان بها وفي عندك عملات موجودة 30% ممتازة تفيدك شوية والله نزل السوق وسلخ السوق تحت نزل البتوكوين وسحب معاه الماركت وخرجت سيولة من السوق فأنت تكون إن شاء الله بأخذ في ضرر وتكون خرجت ب70% هاي يجيني يقول لي واحد دخول ولسه جديد أقول له استبت انتظر يا أخي العزيز لأنه إحنا أمام موجة زمنية حابطة هذا ما حبيت أن أوضح للزملاء زي ما قلت لكم يتحرك البتوكوين الآن ما في مشكلة صعود هبوط تذبذب المهم أنه أنا بشوف أنه حدود 102 أو 105 هذي ما بنشوفها أنا وجهة نظري هكذا إذا الذبذب أسفلها ما بين 95 إلى 97 إلى 98 فهذا يعتبر تجميع قبل الهبوط وخلوا بالكم الله لا يخسر مسلم وربنا يوفقنا وياكم إن شاء الله في أمان الله في أمان الرحمن بالتوفيق شكرا